ترجمة نانسي قنقر أردت نتيجة لهذا و لهذا العاقبة لهذا و لهذا في الدنيا و في الآخرة روح انظر ما معكم من الأفكار أنت وإياهم فانظر نتيجة سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس أحب منك ومن حقول البترول لحقك والنفط لأنها تطلع عليها الشامس ومن القسور حقك والجماعاتك لأنها تطلع عليها الشامس ومن الخطط لتخططها أن توحيز بك هذا أحب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الآن أنا أقول من قال هذا القدوة من قال هذا الصفوة من قال هذا أعلم الخلق بالخالق وأحكامه وبمصالح الخلق أعلم الخلق بمصالح الخلق هو الذي قال هذا هتستهين بذكر الله ولقد حمل نبي الله الرسالة موسى عن الله تعالى فتوجأ إلى الله أن يعينه على كثرة هذا الذكر فلما أرسله إلى فرعون قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري شو بتصلي عنده هارون وخطط ضد فرعون وكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فهذا عدة الرسل في القيام بالرسالة وفي أداء هذه الأمانة عليهم صلوات الله وتسليماته واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة قال بعض الصحابة لسيدنا المصطفى يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعملنا تشبث به هذا اليوم اختر لي من شريعتك الكبيرة عمل أتمسك قال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله خلاص روح تعلق بالذكر واذكر ربك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فهذه خلاصة اختارها صاحب الشريعة من الشريعة إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعملنا تشبث به لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وهل يعتبر الجهاد وينفع إلا بذكر الله وهل يعتبر الصدقات وتنفع إلا بذكر الله والصوم كذلك وبقية الأعمال يا رسول الله أي المسلين أعظم أجرق الأكثرهم لله ذكرى يا رسول الله فأي المتصدقين أعظم أجرق الأكثرهم لله ذكرى يا رسول الله فأي الصائمين أعظم أجرق الأكثرهم لله ذكرى صائم يتلو القرآن كثير صائم يكرر في رمضان نشهد لا يا إله إلا الله نستغفر الله نسأل كل جنة ونعوذ بنا كثير يسبح كثير يصلي على النبي كثير خصوصا في يوم الجمعة وليت الجمعة هذا أعظم أجر عند الله أي الصائمين أعظم أجر قال أكثرهم لله ذكرى يا رسول الله فأي المجاهدين أعظم أجر قال أكثرهم لله ذكرى ثقافة الإسلام هذه وإدراك وحقائق أقامها صلى الله عليه وسلم وعند ذكره لهذا الحديث جواب على هذه الأسئلة في ذلك المجلس سيدنا أبو بكر سيدنا عمر التفت سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر يقول له يا عمر ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة وسمعه النبي قال أجل التفت عليهم وقال أجل ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة فالله يوفر حظنا من ذكره ويعيننا على ذكره على الوجه المرضي له